المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا تعلن دخول مخصصات حقوق السحب الخاصة حيث التنفيذ بمبلغ 650 مليار دولار وذلك بهدف دعم احتياطيات السيولة للدول الأعضاء وتعزيز الاقتصاد العالمي وأضفت كريستالينا أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلدان ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة وتابعت رئيسة المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها تابعت أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام السيولة الجديدة لدعم اقتصاداتها وتوسيع نطاق معركتها ضد الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 اشتركوا في القناة